اشارات الالافية تقدمهم الرئيس التركي اردوغان يشيعون الشيخ عبد المجيد الزنداني الى مقبرة ابو ايوب الانصاري في اسطنبول نعي عربي واسلامي واسع لرحيل الشيخ الزنداني وحماس تصف الفقيد باحد اركان العمل الاسلامي الداعم للقضية الفلسطينية وفي الشأن الفلسطيني بعد 200 يوم للعدوان الصيوني ابو عبيد يقول ان المقاومة راسقة كجبال فلسطين وان العدو عالق في غزة مشارة الاخبار من قناة يمن شباب يقدمها لكم عمار الروحاني وصفاء عبد العزيز اهلا بكم والبداية من تركيا حيث شيع عشرات الالاف من اليمنيين والاتراك والعرب جثمان الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين وقيمت صلاة الجنازة على الشيخ عبد المجيد الزنداني يوم الثلاثة في مسجد الفاتح عقب صلاة العصر قبل تشيح جثمانه الى مقبرة الصحابي ابو ايوب الانصاري بجوار مسجده في مدينة اسطنبول ونعى الاف المواطنين رحيل الشيخ العلام عبد المجيد بن عزيز الزنداني الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وقلوا ان الشيخ ضحايته ما بين الدعوة في سبيل امته ودينه وكان العالم المناظر بالحجة والبرهان لعلماء الغرب والمناظر الثائر ضد الامامة والجهل والتخلف والشجاع المدافع عن مكتسبات الشعب وقضايا امته العربية والاسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية تقدم الرئيس التركي المشيعين في جنازة الشيخ عبد المجيد الزنداني في مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول هذا وقد الرئيس اردوغان صلت الجنازة على جثمال الشيخ الزنداني والشيخ حسن كليتش شيخ جماعة اسماعيل اهل الصوفية التركية مع الاف مشيعين ورصدت عدسات الكاميرات حشودا غير مسبوقة في صلاة الجنازة والتشييع التي جرت بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء وقال محمد عبد المجيد الزنداني نجل الراحل ان عشرات الالاف من المصلين من جميع اقطار الامة الاسلامية اقاموا صلاة الجنازة على جثمان والده رحل الشيخ الزنداني بعد عقود من العمل الدعوي والكفاح الوطني رحيل جعل اليمنيين يبكونه وينعاه العالم الاسلامي زيد من التفاصيل في التقرير التالي الشيخ عبد المجيد الزنداني في رحابلة رحيل صاخب يدمي قلوب اليمنيين فتغص الحناجر بالنحيب وتمتلئ الاعين بالدموع وتلهج الالسن بطيب ذكره واثره لم يبكه اليمنيون فحسب بل نعاه العالم الاسلامي والوطن العربي من اقصاه الى اقصاه ترجل الشيخ الزنداني بعد ان ملأ الدنيا علما وفقها واجتهادا ونضالا وكفاحا وطنيا في كل المجالات اثنان وثمانون عاما عاش لنفسه منها سنوات معدودة واستأثر ببقية عمره لوطنه وامته وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية حتى اخر ايامه يخبرنا التاريخ عن الزنداني المناضي للسبتمبري الجسور رفيق درب محمد محمود الزبيري وهو يقود ثورة الوعي ويوصل صوت الثورة سبتمبر في صحيفة الصوت اليمن وحين ترجل الزبيري بجواره استمر الزنداني يكمل مشوار النضال ويحضر لمؤتمر السلام الذي جمع فيه قبائل اليمن لإخماد له بالحرب الاهلية وحين اشتدت القبضة العسكرية على الدعاة في صنعاء غادر الزنداني إلى عدن التي كانت تحت وطأة الاستعمار البريطاني فارا من نظام البطش الذي ارتدى ثوب الجمهورية حينها وهناك كان الزنداني شعلة من الحماس في الدعوة وإدارة المنتديات والمعاهد العلمية جاءت حركة نوفمبر في شمال اليمن فعاد الزنداني الشيخ والمناضل إلى صنعاء ليتولى إدارة الشؤون العلمية بوزارة التربية والتعليم ومن منصبه عمل على مواجهة شبهات الملحدين وقام بتأليف كتاب التوحيد للمدارس لتعزيز الوعي الديني لجيل الجمهورية ولا يغفل التاريخ عن ذكر الشيخ الزنداني كرائد ومؤسس لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ودوره في المناظرات العلمية والدينية مع كبار علماء الغرب الذين أسلم عدد منهم بفضل قوة منطقه وحجته وذكائه وقدرته على الإقناع أما عن جامعة الإيمان التي خرجت آلاف الحفاظ والدعاء فحدث ولا حرج وبشرف كبير يخط التاريخ موقفا وطنيا جمهوريا لشيخ الزنداني في مواجهة السلالة الحوثية فحين فر الكثير من صنعاء وقف الزنداني مع الكثير من طلابه حائط صد قوي قبل أن يتم تسليم صنعاء من قبل أعداء الجمهورية لم يكن الزنداني رجل دين يمكن حصره بين أربعة جدران وبضعة كتب ومجموعة فتاوى فقد كان واسع الأفق غزر الفكر واضح الرؤية صادقا شجاعا وبرحله خاسرة اليمن منارة عظيمة ومشعل تنوير ورمزا وطنيا لن يتكرر غير أن ذكره سيبقى حاضرا مصحوبا بالنور والمهابة والعظمة تماما كما يليق برجل مثله قال عضو هيئة علماء اليمن الشيخ علي القضي أن الشيخ عبد المجيد الزنداني كان رمزا من رموز الأمة الإسلامية ككل أضاف الشيخ القضي اليمن شباب أن الزنداني قدم للأمة إنتاجات فكرية وإيمانية لتعزيز فكرة التوحيد في زمن انتشار الإلحاد وعمل على خدمة العلوم والدراسات الإسلامية الشيخ عبد المجيد رمز من رموز العلم في الحالم الإسلامي كله قدم للأمة كتبا ربا فيها الشباب كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وفي وقت انتشار فيه الإلحاد وقدم للأمة جامعة الإيمان التي تربي آلاف الطلاب من مختلف دول العالم ففيها أكثر من مئة جنسية مختلفة ووفرهم الطعام والسكان والمجاني والكتب المجاني والمنهج المجاني يدرس فيها الطالب حتى ينال درقة الدكتوراه أو الليسانس بحسب نشاطه في ذلك قدم الأمة هيئة علماء اليمن التي تضم أكبر مؤسسة علمية في اليمن لعلماء اليمن وذكر الشيخ علي القاضي في مقابلته على يمن شباب أن الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني كان من رواد ثورة سبتمبر وأن رحيله يمثل خسارة كبيرة على كل المستويات قدم الأمة أنه كان رواء رائد من رواد ثورة 26 سبتمبر وكان ملازم للزبير رحمه الله واستشد القاضي الزبير رحمه الله وهو بقوار الشيخ رحمه الله الشيخ قدم للأمة العالم الإسلامي هيئة العجاز العلمي للقرآن والسنة التي كان رئيسة في مكة المكرمة وقدم للأمة الإسلام بصورته النقية الذي يحاور الحضارة المختلفة فحاور غربيين ويابانيين وصينيين وأسنم على يديه ثلة من كبار المتخصصين الغربيين قدم الأمة كان رمزا في إصلاحها وفي تربيتها وفي حقر الدماء بين القبائل وغير ذلك الشيخ مناقبه كثيرة ورحيله خسارة في كل مستويات إلى ذلك أشار القاضي خالد البركاني المدير السابق لمكتب الأوقاف والإرشاد في تعز أن زنداني وخلال مسيرة حياته غير النظرة للإسلام من جهة المسلمين أنفسهم وغير المسلمين على حد سوى أن ما قدمه يعتبر نقطة تحول كبيرة جدا في مسألة النظر للإسلام ليس فقط من وجهة نظر المسلمين فقط وإنما من وجهة نظر أيضا وجهة نظر غير المسلمين فقد غير هذا الرجل من طريقة تفكيرنا ومن طريقة التعاون مع القرآن الكريم ربما كان هو الرجل الأول الذي استطاع أن يستخرج ويضع بين أيدينا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هذا الإعجاز الذي ربما كان غائب عن كثير من الناس حتى جاء هذا الرجل فاستطاع أن يحركه وأن يخرجه ويقدم للأمة إرثا تاريخيا ربما ساهم بشكل كبير جدا في تحسين صورة الإسلام أمام الغرب وأمام العالم في هذا السياق نعى ألاف اليمنيين الشيخ الزنداني بالتزامن مع بيانات نعي مماثلة أصدرتها هيئات واتحادات إسلامية وعربية وإقليمية أشادت فيها بمناقبه وأدواره العلمية والبحثية والدينية تصدر الوسط العربي والإسلامي خبر وفاة الشيخ والعلمة عبد المجيد بن عزيز الزنداني محركات البحث ووسائل التواصل عن عمر الناهز 82 عاما الشيخ الذي أفنى حياته بين الكتاب والعمل والمقاومة لكل ظلم تقدم بنعيه للأمة العربية والإسلامية واليمن العديد من المؤسسات العلمية الإسلامية وجهات رسمية وشعبية تنوعت التعزيات في مدح ووصف مناقب الشيخ العلامة من رابطة علماء المسلمين والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة والإفتاء والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين وهيئة علماء العراق وجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي وصفته بأنه كان ركنا من أركان العمل الإسلامية لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية كما أشاد بمناقب الشيخ العديد من علماء الأمم أبرزهم الدكتور علي القره داغي الذي وصفه بالعالم الأمة أما الأمين العام المساعد للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور فضل مراد فدعا لصلاة الغائب عليه في عموم بلاد المسلمين ووصفه بالإمام المجدد الشيخ الذي عمل بجهود حثيثة في كافة الجوانب العلمية غير مقتصر على الجانب الديني فحسب جعل من ذاته مثالا للجمع بين الروح والمادة فكان خير رجال اليمن مخلفا وراءه تعازيا لا تنتهي من العلماء سياسيا تقدمت في تعزية الشيخ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقيادة حزب الإصلاح مشيدين بجهوده العلمية ومقارعته للفكر الإمامية وإسهاماته المشهودة في خدمة الدعوة واصفين رحيله خسارة كبيرة للجمهورية والعالم الإسلامي واعتبر رحيل الشيخ الزنداني خسارة للأمة الإسلامية بفقدانها أحد كبار دعاتها وخيار رجالاتها في تغريدات مختلفة أبرزها للدكتور عبد الكريم بكار والشيخ الحسن ولد الددو والدكتور علي الصلاب وغيرهم كما نعى خسارته للأمة الإسلامية واليمن عدد من المفكرين والعلماء وقادة الرأي وإعلاميين ودعاء وفنانون وناشطون عرب ومسلمين أسلم العلمة عبد المجيد روحه لمولاه تاركا بصماتا من نور في أرواح البشرية والعالم ما كان لها أن تكون لولا مساره الذي أبقى جذوته تتوهج في رفوف المكتبات وفي كل منزل ومثلت حياته قلعة راسخة تحطمت عليها مخططات حيكت منذ أمد بعيد تعمدت النيل منه فكان مع سقوط صنعاء استهداف جامعته التي كانت مقصدا لعلماء الدنيا وقبلة لهم وحينما تم لهم إغلاق أبوابها عاد الكهنوت حاملا معه ألوان من العنصرية والتمييز والجهل نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمتين العربية والإسلامية فضيلة العالم الجليلة شيخ الدكتور عبد المجيد عزيزة زنداني مؤسسي جماعة الإيمان والهيئة العالمية للعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أقلت الحركة في بيان النعر إن الفقيدة توفي بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية والجهاد في شتى ميادين وتروب العلم والتربية والدعوة والمعرفة وإعداد جيل رباني راشد يحقق للأمة نهضتها المنشودة وتطلعاتها في الحرية والعزة والكرامة والتمكين وأضافت حماس أن الشيخة زنداني كان ركلا من أركان العمل الإسلامي في دعم قضية الأمة الإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك وكان محبا لشعبها الصابر المرابطي بكل ساحة الوطن وخارجه منافحا عنهم بجهده وجهاده المشهود ومدافعا عن حقوقهم المشروعة في تحرير أرضهم ومقدساتهم والعودة إليها وقالت إننا نفقد اليوم في فلسطين علما من الأعلام الكبار المدافعين عنها وصوتا صادقا في دعم المقاومة ونضال شعبنا المشروع ومنبرا صادحا بالعمل على وقف العدوان ضد شعبنا وإنهاء الاحتلال لأرضنا من جهة أجرى رئيس مجلس القدر ياسير الشهد العليمي تصارا هاتفيا بدكتور عبدالله عبد المجيد الزنداني لتعازيته وإخوانه وأفراد عائلته بوفاة والدهم فضيلة شيخ عبد المجيد عزيز الزنداني وأعرب العليم عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لعائلة وطلاب ومحبي الفقيد الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو مجلس الرئاسة الأسبق ورئيس هيئة علماء اليمن وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الذي وافاه الأجل أمس الاثنين بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الدين والوطن والنظام الجمهوري وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسية بمناقب الشيخ الزنداني ودوره المبكر في مقاراة النظام الإمامي وإسماته المشهودة في خدمة الدعوة والسنة النبوية قائلا إذا الأمة خسرت برحيله مناضلا جمهوريا كبيرا وعالما جليلا أثنى عمره في خدمة وطنه وشعبه وأمته الإسلامية عبر عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء سلطان بن علي العرادة عن تعزيه الحارة في وفاة عضو مجلس الرئاسة الأسبق الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتضحية في سبيل الوطن جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي بدكتور عبد الله عبد المجيد زنداني أعبر خلاله عن خالص التعازي وأصدق الموسى لأولاد الفقيد وإخوانه وجميع أهل زنداني وكافة ابناء الشعب اليمني بهذا المصاب الجلل وشاد العرادة بمناقب فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني وإسهاماته العلمية والفكرية والدعوية وأدواره الوطنية ومواقفه النضالية في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة ومقاومة النظام الإمامي وأكد أن اليمن خسرت برحيله علما من أعلامها وأحد أبرز رجالات التربية والتعليم والدعوة في اليمن والعالم الإسلامي ومناضلا جمهوريا سهم منذ وقت مبكر في الثورة والجمهورية وحماية مكتسباتها الوطنية نعى نجل الشيخ عبد المجيد الزنداني والده الذي وافته المنية يوم أمس وفاد نجل الشيخ بأنه تمت موارات جثمان والده في مقبرة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصري بمدينة إسطنبول اليوم ورأينا الواردة التراب في مقبرة أبو أيوب الأنصري فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقد قدم لآخرته في حسب ما نعلم وما علمنا عنه ذلك نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد كانت له وصايا أخيرة في عمره وفي آخر أيامه أن يتوحد الناس وأن يتفقوا من أجل القضية الفلسطينية وأن يكونوا يدا واحدة وهذا كان من آخر وصاياه من آخر كلامه فرحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من جانبه يعتبر لواء محمد طريق صفير اليمن في تركيا أن رحيل الشيخة زنداني يمثل خسارة على الأمة أولا في البداية باسم الجالية اليمنية في تركيا أنقل تعازنا إلى قيادتنا السياسية وإلى شعبنا اليمني وإلى أمتنا العربية والإسلامية وفاة هذا الرجل العالم الجليل الذي أيضا يعرفه الجميع ولقد كان الرجل يعني عالم وزاهد وما عرفه أنا عنه أنه كان من زملاء الزبيري والنعمان في بداية الثورة وله أيضا أدوار يعني يشكر عليها ونسأل الله أن يتقمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وإسراته الصبر والسلوان وأن رحيله أيضا خسارة على الأمة في هذه الظروف الصعبة التي يقل فيها أمثاله ونحن أيضا نؤمن بقضاء الله قدره ولا يسعنا إلا نقول إنا لله وإنا له راجعون الله يرحمه الله يرحمه ويجعل قبره الروضة من رياض الجنة نتمنى الرحمة ومع أد أمامه إلا ما قدمه لنفسه من خير وهو رجل خير وعز أنا فيه أنه ترك أولاد ورجال نأمل أن يمشوا على قطاه وأن ينتهلوا من علمه ومعرفته التي هي أيضا تجسد تعاليم الإسلام وخلق اليمنيين دائما اليمنيين فخورين برجالهم مثل الزنداني وغيرهم العلماء والعمراني وكثير من الناس الذين لا أستطيع أن أعده والشوكاني فالرحمة على الزنداني وألهم أهله وذوه الصبر والسلوان من جانبه أثنى الداعي عصام البشير على الشيخ الزنداني وقال إنه كان يمثل أمة في رجل وقارة في وطن مشيدا بمناقبه التي جمعت بين العلم النافع والعمل الصالح والله يعني الشيخ عبد المجيد عليه رحمة الله كان أمة في رجل وكان قارة في وطن مجموعة كفايات منحها الله سبحانه وتعالى على هذا الطوض الشامخ وهذه القامة السامقة التي جمعت العلم النافع والعمل الصالح والدعوة الربانية والأسوة الحسنة والعطاء المتجدد والفيض المتدفق في كل الجوانب الشرعية والعلمية والدعوية والاجتماعية والسياسية فحقيقة فقده ثلمة وهو نقص للأرض من أطرافها لكن هذه سنة الله تعالى في الأولين والآخرين ندعو الله تعالى أن يجعل البركة في خلفه وأن يتحمل المسؤولية من بعده وأن يكونوا أوفياء إن شاء الله لهذا الشيخ في منهجه الرباني الإنساني الوسطي الذي يعني انعكس أثره ليس في اليمن السعيد فحسب وإنما حتى في العالم العربي والعالم الإسلامي من جانبه قال البرلمانية الشامية أن الزمداني كان علما من أعلام اليمن وفارسا لا يشق له غبار رحم الله الشيخ عبد المجيد من عزيز الزمداني رحمه الله ورحمة واسعة فقد كان علما من أعلام اليمن وفارسا لا يشق له غبار أفنى عمره معلما ومجاهدا ومربيا ومنافحا عن عقيدة التوحيد والإسلام حتى توفاه الله عز وجل كان مثالا للعالم الرباني الصابر وكان أيضا طاهر اليد عفى اللسان عندما عمل في رئاسة الجمهورية ضرب المثل للمسؤول الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يرحمه رحمة واسعة ويغفر لهم مغفرة جامعة دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المبعوث الأممي إلى اليمن هانسو جرونبرغ للتركيز على أفعال ميليشيا الحثي وانتهاكاتها وليس على أقوالها للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام كذلك أخذ لقاء جمع العليمي مع جرونبرغ ناقش فيه نتائج اتصالات المبعوث الأممي الأخيرة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية والأولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية كما تطرق اللقاء إلى النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف الميليشيا الحثية لهجماتها الإرهابية على مختلف الجبهات والاستماع لصوت العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني وجدد العليمي التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية على وقف التصايد الحربي للميليشيا وهجماتها الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وعسكرة الحياة الاجتماعية والإفراج عن كافة المحتجزين وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة صيب طفلان بجروح متفرقة إثر انفجار لغم حوثي جرفته سيول الأمطار إلى سائلة وادي بيحان في محافظة شبوة وقال المرصد اليمني للألغام من الطفلين أحمد علي العواضي وليث النصر العواضي صيب بجروح متفرقة إثر انفجار جسم حربي جرفته سيول إلى سائلة وادي بيحان وجدد المرصد تحذير الأهالي في مديريات بيحان بشبوة وحريب في مأرب ونعمان في البيضاء من خطر الألغام والذخائر الحوثية التي جرفتها السيول من المواقع الملوثة إلى مناطق عدة مأهولة وزراعية بهذه المديريات ونشهد الآباء بتوعية أطفالهم بعدم العبث بأي أجسام غريبة والإبلاغ عن ذلك خلفت الشباكات قبلية أذكت نارها ميليشيا الحوثية الإرهابية قتل وجرح في مديرية دوران أنس بمحافظة ذمر وقالت مصادر محلية هنا سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيبوا إثر المواجهات التي أشعلتها قيادات حوثية بين الرسام والمقنع على خلفية صراع قبلي بين الطرفين وضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون بين الجانبين إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الوعري في مديرية دوران أنس وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية سلالية عمدت إلى زرع الفتن بين الطرفين وأججت الخلافات والكرهية التي وصلت إلى حد الاقتتال قبل أن تتدخل وساطات قبلية لتهديئة واحتواء السرع أمهلت قبيلة في محافظة دمار ميليشيا الحوثي يومين لضبط مشرف حوثي وعدد من أفراده المتورطين في قتل أحد أبناء القبيلة أمام أطفاله بعد اقتحام منزله واحتشد مشائخ رجال قبيلة عنس في منطقة حمة الصعتر بسنبان مطالبين الميليشيا بسرعة تسليم العناصر الحوثية المتورطة في قتل المواطن صلاح عركم أقب اقتحام منزله وخاصة أبو عبد الملك مطهر مشرف الميليشيا في المديرية وأفراده للنيابة الجزائية وتنفيذ حكم القصص بحقهم بصورة عجلة يشار أن الميليشيا سارعت عقب الجريمة لاعتبارها تصرفا فرديا وقامت بتهريب المشرف الحوثي أبو عبد الملك مطهر وعناصره إلى استراحة المحافظة ورفضت تسليمهم للبحث الجنائي وتحويلهم إلى النيابة الجزائية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم دون أي اعتبار لذوي المجن عليه وأهالي قبيلته اشتركوا في القناة في شان الفلسطيني قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن العدو الصهيوني عالق في قطاع غزة منذ مئتي يوم من معركة طوفان الأقصى ويحاول دون جدوى لملمة صورته أضف أبو عبيدة في كلمة مصورة أن العدو الصهيوني لن يحصد إلا الخزية والهزيمة وشيرا إلى أن المقاومة في غزة متزال راسخة رسوخ جبال فلسطين وأكد أن ما وثقته كتائب القسام من الضربات التي توجهها لقوات الاحتلال في غزة ما هو إلا نزر يسير مشيرا إلى أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدوان مستمرا وما دام الاحتلال متواجدا في أي شبر من أرض فلسطين وقال متحدث القسام أن الاحتلال يحاول إيهام العالم بأنه قضى على كل فصائل المقاومة مؤكدا أن هذه أكذوبة كبيرة لم يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل وبشأن أسرى الاحتلال في غزة في ظل استمرار العدوان على القطاع قال أبو عبيدة أن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا لتكرار معهم في إشارة إلى أنهم سيلقون مصرعهم عملت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34183 شهيدا و77143 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي وأكدت أيضا أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم رصدت كاميرا يمن شباب الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني في قلعة برقوق بقطاع غزة التي يبلغ عمرها أكثر من 800 عام أقف هنا أمام قلعة برقوق التاريخية هذه القلعة التي يتجاوز عمرها 200 عام مرع هذه القلعة أكثر من استعمار عبر التاريخ لم يجر أحد على هدمها أو الاقتراب منها القلعة هذه هي التراث تاخنونس الإسم تاخنونس العنوان تاخنونس حسبا بالله ونعم الوكيل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأدوان المسلمين على قطاع غزة قام بتدمير أجزاء كبيرة من قلعة برقوق التاريخية وقام بمسح معلم تاريخي مهم من معالم فلسطيني دمروها ونخلوش فيها أسر من يوم من خلقنا وهي موجودة يعني من الحاجة التاريخية الأصلية الموجودة في بلدنا هذه القلعة تمثل حضارة وتمثل تاريخ طويل الاحتلال الإسرائيلي ضمر أجزاء كبيرة منها خلال اجتياحه لمدينة خانونس جنوب قطاع غزة تدمير أجزاء كبيرة من هذه المدينة محمد سليمان يمن شباب غزة فلسطين إذن واختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها عشرات الألاف يتقدمهم الرئيس التركي أردوغاني يشيعون الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى مقبرة أبو أيوب العنصار في اسطنبول نعي عربي وإسلامي واسع لرحيل الشيخ الزنداني وحماس تصف الفقيدة بأحد أركان العمل الإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية بعد مئتي يوم للعدوان الصيفيوني أبو عبيدة يقول إن المقاومة راسخة كجبال فلسطين وأن العدو عارق في غزة دعنا ختم هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر